شاب مسلم ذهب لدراسة الطيران بإحدى الدول الشيوعية وبعد تعلمه قيادة الطائرات رجع إلى بلاده واستقبله والده العالم الفاضل وأهل قريته أحسن استقبال وعندما جاء موعد الصلاة رفض الشاب الذهاب للمسجد وقال لأبيه لن أصلي إلا إذا أجبتني على ثلاثة أسئلة الأول هل الله موجود فعلا؟ وإذا كان كذلك أرني شكله الثاني ما هو القضاء والقدر؟ الثالث إذا كان الشيطان مخلوقا من نار فلماذا يلقى فيها وهي لن تؤثر فيه؟ وما إن انتهى الشاب من كلامه حتى قام الأب بصفعه صفعة قوية على وجهه جعلته يترنح من الألم عند ذلك غضب الشاب وقال لأبيه لما صفعتني؟ هل لأنك عجزت عن الإجابة؟ قال الأب بهدوء كلا وإنما صفعة لك هي الإجابة على الثلاثة أسئلة فأخبرني الآن بما شعرت به بعد الصفعة قال الشاب شعرت بألم قوي وما زلت أعاني منه قال الأب أرني شكل الألم عندما قال الشاب بأنه لا يستطيع أن يرى شكل الألم مع أنه يشعر به قال له والده فهذا جوابي على سؤالك الأول كلنا يشعر بوجود الله بآثاره وعلاماته ولكن لا نستطيع رؤيته في هذه الدنيا ثم أكمل الأب هل حلمت بالأمس أن أحدا سوف يصفعك على وجهك؟ أو كان عندك علم مسبق به؟ وعندما أجاب الشاب بالنفي قال والده فالقضاء والقدر هو أن لا تعلم بالشيء قبل وقوعه ثم سأل الأب ابنه يدي التي صفعتك بها خلقت من طين ووجهك أيضا خلق من طين ومع ذلك شعرت بألم شديد وكما أن الله خلق الشيطان من نار إلا أنه جعل النار مكانا أليما له وإذا أردت أن تتعرف على قدرة الله عز وجل وإعجازه أريدك أن تتذكر كابينة قيادة الطائرة التي تجلس بها تذكر العدادات والشاشات والأجهزة التي توجد بالآلاف لتطير الطائرة هل تعلم أن العصفورة والنسر والحمامة لديهم جزء بسيط في المخ بحجم بذرة البطيخ ويتم فيها عمل كل هذه الحسابات المعقدة من سرعة وارتفاع وحمولة ووزن واتجاهات وبوصلة وتوقيتات وردارات للبحث عن الغذاء والهرب من الأعداء وكذلك عدادات هبوط وإقلاع وعدادات طيران مرتفع ومنخفض وكل هذا من غير برج مراقبة ولا راديو ولا قمر صناعي ألم تحفظ قبل سفرك قول الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير اقتنع الشاب وتاب إلى الله واعتذر لوالده باكيا ثم ذهب للصلاة بعدما أزيلت الشبهات من عقله تماما ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم شاب يمتاز بأخلاق طيبة بعد أن أنهى دراسته الجامعية سافر ليعمل بدولة أوروبية وكان في كل عام يرسل لوالده أموالا لينفذ له مشروعه الذي يحلم به وبعد قضاء خمس سنوات تم تنفيذ المشروع فعاد الشاب وقرر التقدم لخطبة ابنة عمه وعندما ذهب لبيت عمه وفاتح عمه في الموضوع وافق على الفور فتشجع ليتحدث مع ابنة عمه ويعرف رأيها فشعر بحزن شديد على وجهها رغم ابتسامتها المزيفة وطوال حديثه معها شعر بانشغالها عنه فابتسم وقال لها هناك شاب آخر تعلق قلبك به أليس كذلك؟ فجأت الفتاة بالسؤال فنظرت للأرض في خجل ولكنه سألها وابتسامته لا تفارقه ولماذا لم يتقدم هذا الشاب لك حتى الآن؟ صارحيني ولن تندمي اطمأنت الفتاة لابن عمها المعروف بين العائلة بصدقه وبأخلاقه الكريمة وقالت له لم يتقدم ليه لأنه منذ أن تخرج منذ عام وهو يبحث عن عمل وهو أيضا مسؤول عن الإنفاق على أمه ولا يستطيع التخلي عنها لأنه يحبها وبار بها لأقصى حد في هذه اللحظة طالب من ابنة عمه رقم هاتف هذا الشاب وقال لابنة عمه ما دمت تمدحينه وترضين به فسوف أجعله من الغد مسؤولا عن مشروعي وبمرتب كبير وبعد فترة قصيرة يمكنه أن يتقدم لخطبتك بكت الفتاة من فرحتها وأعطت الرقم لابن عمها الذي اتصل به وقال له كيف ترغب في الارتباط بابنة عم وتتركها لشخص آخر يتقدم لخطبتها قال الشاب بأدم كبير هذا رغما عني لأن الظروف مرتبكة وعندي أكثر من مشكلة ولو كان الظروف تسمح لطرت إلى والدها طيرا بعد هذه المكالمة وخلال يومين استلم الشاب وظيفته في مشروع ابن العم وبراتب كبير وعندما التقى به قال له ابن العم عندما عدت من الخارج كان من أحلامي الزواج من ابنة عمي ولكن حين التقيت بها أقسم لك بأن الله نازع كل الشوق لها من قلبي ولا أعرف لذلك سببا وعندما سمعت حديثها عنك لم أجد في قلبي وعقلي إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ابتسم الشاب وقال وأنا أيضا عندما علمت بأنك ستذهب وتتقدم لخطبة ابنة عمك تذكرت حديث النبي من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتميهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا فقمت وتوضأت وصليت وظللت أدعو الله وأتوسل إليه بكل صدق وإخلاص لقضاء ما أحتاج إليه كما كانت أمي في نفسك تصلي وتدعو لي ثم فوضت الأمر لله عز وجل وأنا كل ثقة به وراض تماما بقضائه وما إن انتهيت من دعائي حتى وجدت اتصالك بي فسجدت لله شكرا على تلبية رجائي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم شاب متدين جدا وكل ما عارفه على يقين بذلك وكانت علاقته بزوجته جيدة من حسن نيته أعطى زوجته كلمة سر حسابه على الفيسبوك بدون أن تطلبه هي لأنه على يقين بأنه ليس لديه أخطاء يخفيها وبعدها أعطته هي الأخرى كلمة سر حسابها على الفيس بعد أيام لم تصن الزوجة هذه الأمانة التي أعطاها لها زوجها وثقته فيها حيث فجأته باتصالها على جميع صديقات دراسة زوجها والتي لا يميز علاقته بهن إلا الاحترام المتبادل ومنهن زميلات عمل فكانت طعنة في الظهر حيث عاتبه الجميع على الخصوصية والتفريط بذلك في هذه الفترة وسوس له الشيطان بتطليق زوجته إلا أنه استعاذ بالله من الشيطان واكتفى بتأنيبها وغفر لزوجته هذه الزلة بعد أيام لاحظ الزوج أن حساب زوجته على الفيس حذف منه كل الذكور من الأقارب والأصدقاء وأن مشاركتها على هذا الحساب قل كثيرا ثم انقطع واكتفت بالتصفح فلم يسألها عن سبب ذلك حتى لا تظنه تدخلا في حياتها وظل الحال كما هو حتى فوج أو عن طريق الصدفة عندما عاد من عمله في غير موعده لمرضه وإذا بزوجته نائمة وجهاز الكمبيوتر مفتوح وحديث حب طويل بين زوجته مع شاب ولكن عن طريق حساب آخر غير الذي يعرفه وكم كانت صدمته كبيرة عندما وجد كل أصدقائها على الفيس من الرجال صرخ الزوج من هول الفجأة فاستيقظت زوجته مفزوعة فقال لها في حسرة كبيرة أنت طالق ولعن الله الإنترنت وما يأتي من ورائه من خراب ودمار بسبب عقول تسيء استخدامه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ترجمة نانسي قنقر